ها هو العراق مرة اخرى يحتل مراتب متقدمة بمعدلات الموت ليس بسبب الفوضى الامنية ولكن نتيجة تزايد حوادث السيرة التي باتت تربك الشوارع وتؤدي الى وفاة اثنين يوميا في بغداد وحدها والاسيما بعد ان شهدت العاصمة خلال شهر واحد فقط تسجيل نحو سبعين حالة وفاة اثرى حوادث سير مأساوية مختلفة بحسب احصائيات الرسمية دائرة الطب العدلي التابعة لوزارة الصحة قالت ان التقرير الذي اصدرته الاحصائيات الرسمية اظهر ان ارتفاعا بعدد وفيات حوادث سير التي توزعت بين انقلاب عجلة واصطدام وحوادث سير خلال شهر تموز الماضي وشيرة الى ان مشكلة الحوادث المرورية في العراق اصبحت من ابرز مسببات الخسائر البشرية التي تشهدها البلاد وذلك نتيجة رداءة الشوارع والتهالك السيرات وعدم التزام السائقين باجراءات السلامة وبحسب تقرير مؤشر الحوادث المرورية العالمي فان العراق حل بالمرتبة 37 من اصل 183 الدولة بمعدلات الموت جراء الحوادث المرورية خلال السنوات العشر الماضية وبلغ معدل الوفيات جراء حوادث السير في العراق 34.4 قتلى لكل 100 الف نسمة وعلى المساوى العربي جاء العراق خامسا بعد كل من الصومال والسودان والسعودية واليمن ويشير الاحصاء الجديد لأن ثمانية أشخاص يلقون مصارعهم في العراق يوميا بسبب الحوادث المرورية ونحو 250 يقتلون شهريا خلال العام الواحد وهو رقم يفوق بكثير أرقام ضحايا العنف والفوضى الأمنية بعدة أضعاف وهما دفع بسكان بعض المناطق لإطلاق تسميات على الشوارع في مدنهم بطرق الموت ترجمة نانسي قنقر